لو حكيت لكم عن الدواء X وأنه بنقص الوفيات باحتشاء العدل القلبية رح تسألوني عن التجربة اللي عملتها أو التفاصيل التجربة اللي عملناها وأثبتنا الفعالية فنحن جربنا هذا الدواء على مجموعتين مرضى جبنا مجموعتين مئة مريض عطيناهن الدواء ومئة مريض ما عطيناهن الدواء بعد خمس سنوات مجموعة الكنترول اللي ما أخدوا الدواء كانت نسبة الوفيات عندهم 40% 40 مريض ماتوا بالمقابل بمجموعة التداخل اللي أخدوا الدواء X كانت نسبة الوفيات 30% 30 مريض ماتوا فكما الريلاتف ريسك هون ستكون 30% تأسيم 40% فبيطلع 75% بمعنى آخر أنه نسبة الوفيات بمجموعة التداخل كانت أقل ب75% مجموعة الكنترول فالإنقاص التداخل بالدواء X أدى إلى إنقاص الوفيات بمعدل 25% بمجموعة الكنترول طيب لو دخلنا شوي بالتفاصيل أكتر بحسابات الأرقام نحن كانت الوفيات بدون الدواء 40% وصارت مع الدواء 30% فنحن لو عالجنا 100 مريض بيكوننا أنقذنا حياة 10 مرضى اللي هو الفرق بين الوفياتين بين الأربعين والثلاثين أربعين ناقص ثلاثين فهو عشرة فنحن أنقذنا 10 مرضى بعلاجنا لمئة مريض طيب لو سألت أنا كم مريض لازم عالج لحتى أنقذ حياة مريض واحد نحن قلنا لو عالجت 100 مريض أنا بنقذ 10 مرضى فأنا لو بدي عالج بدي أنقذ مريض واحد أنا بعالج 10 مرضى فقط اللي هو 100 تأسيم 10 واضح كيف عملت فبرجع بحكيها أنا كانت الوفيات عندي 40 بدون الدواء 40% مع الدواء صارت 30% فأنا أنقذت 10 مرضى اللي هو الفرق بين الرقمين هذو الأربعين ناقص ثلاثين من خلال علاجي لمئة مريض وأنا انقذت مريض واحد من خلال علاجي لعشرة مرضى الفرق بين نسبتين للوفيات هذا من سميه Absolute Risk Reduction نسبة إنقاص الوفيات المطلق ما سأعرف شو الترجمة الصراحة الصريحة لا Absolute Risk Reduction هي 40% أو 40% ناقص ثلاثين فبيطلع معنا 10% بالمقابل number needed to treat هو 100 تأسيم Absolute Risk Reduction 100 تأسيم 10 بيطلع معنا 10 هذا هو اسمه number needed to treat فأنا لازم عالج 10 مرضى لحتى انقذ حياة مريض واحد كل ما كان الـ number needed to treat كل ما كان أقل كل ما كان فعالية الدواء أعلى معناها بمعنا آخر فعالية الدواء بإنقاص الوفيات أو بتحقيق الأوتكم أفضل سأضرب مثال تاني على الدواء Y هذه الدواء Y جربتها على مجموعة إن مرضى كل مجموعة فيها 100 مريض أعطيت المجموعة الأولى الدواء والمجموعة الثانية ما أعطيتها الدواء بعد خمس سنوات مجموعة الـ Control كانت الوفيات عندهم 20% كانت مجموعة التداخل الوفيات عندهم 15% فلو حسبتنا لكم الـ Relative Risk بهذا الدواء ستكون 15% تأسيم 20% فهتطلق 75% نفس الـ RR أو Relative Risk تبع الدواء X نفسه تماما كل ما كانت 75% لكن لاحظوا في عادية الدواء Y هل هي نفس عادية الدواء X في عنا بإنقاص الوفيات ما كل ما أخذين نفس الـ Relative Risk سنحسب بمجموعة الدواء Y كم نحن كانت الوفيات بمجموعة الـ Control كانت 20 وكما الوفيات في مجموعة الـ Intervention كانت 15% فنحن ننقذ حياة 5 مرضى لازم نعالج 100 مريض الخمسة هون هي Absolute Risk Reduction كم من الـ Number Needed to Treat الـ NNT هي 100 تأسيم Absolute Risk Reduction وهي 100 تأسيم خمسة فهي تصبح معنا 20 لاحظوا أن الـ Number Needed to Treat هون 20 مقارنة عن 10 بالنسبة للدواء X فهل هذا يعني أن نفس الفعالية طبعا نحن نحن باستطبابين مختلفين كل ما كان الـ Number Needed to Treat أقل كل ما كان فعالية الدواء أعلى هذه خلاصة الكلام فأنا بهذا المقطع أتمنى أن يكون بسطت معنا Absolute Risk Reduction و الـ Number Needed to Treat لاحظوا أنه كلا الدواءين حققوا نفس الـ Relative Risk فالـ Relative Risk لا يعبر عن فعالية الدواء لما تعرف الدواء إذا كان فعال أو الـ Intervention فعال أو لا تطلع على Absolute Risk Reduction و تطلع على الـ Number Needed to Treat طبعا لسه في مفهوم الـ Number Needed to Harm اللي هو Side Effect لما يصير فيه Side Effect للدواء نفس المبدأ تماما بس هون فيه على حدوث الضرر وليس حدوث الفائدة والموضوع فيه لسة تفاصيل تانية له السلام عليكم